اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وانها لمناسبة عزيزة ان نبارك لجلالتكم ما تحققه مملكة البحرين من انجازات مشرفة ومتتالية بفضل من الله وفضل رؤيتكم الرائدة وجهودكم الكبيرة والحثيثة التي تساندها وتترجمها مؤسسات مملكتكم الدستورية تحقيقا لتطلعات شعبكم الوفية سيدي صاحب الجلالة ان من بين اهم انجازاتنا الوطنية ما تحققه المرأة البحرينية في كافة المجالات وما يتاح لها من اوجه تنمية وتطوير مستمرة بما يتناسب مع مكانة البحرين الحضارية والمتقدمة ونحن بهذه المناسبة العزيزة نجدد امتناننا بما تشهده ساحة الانجازات النسائية من نتائج طيبة التي تأتي لتجسد حجم العناية والرعاية والحرص الملكي الكبير بدعم نساء الوطن اللواتي يسجل مواقفهن الوطنية الرفيعة والمقدرة في التأسيس لمستقبل اجيالنا القادمة مؤكدين لجلالتكم حفظكم الله باننا مستمرون بفضل من الله ورعاية جلالتكم لتوفير كل ما يلزم لدعم مسيرة الخير والعطاء لرفعة ونماء وطننا الحبيب وكل عام والبحرين تنعم بقيادتكم ودمتم جلالتكم في حفظ الله سالمين قرنتكم سبيكة بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وقد بعث صاحب الجلالة الملك المفدى برقية شكر جوابية إلى صاحبة السمو الملكي قرنت جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة فيما يلنصها صاحبة السمو الملكي قرنتنا الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة حفظها الله رئيسة المجلس الأعلى للمرأة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل الاعتزاز تلقينا تهنئة سموكم لنا في أيام الذكرى المجيدة لوطننا العزيز ذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسلامي عام 1783 والذكرى الرابعة والأربعين لانضمام مملكتنا في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية والذكرى السادسة عشرة لتسلمنا مقاليد الحكم والذكرى الأولى ليوم الشهيد مما كرس لمملكتنا شرف التضحية والبدل في سبيل الوطن وعزته وكرمته وإسهاما في الدفاع عن أمتنا العربية وقضاياها العادلة وإننا نستحضر في هذه الأيام المجيدة دور سموكم بالنهوض بالمرأة البحرينية وتمكينها من الإسهام الكبير في نهضة مملكتنا وتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والديمقراطية والتنمية إن لإسهامات المرأة البحرينية بقيادة سموكم الحكيمة الأثر العميق في تقدم مملكتنا مما يحقق لوطننا كل أسباب الرفعة والرخاء حفظكم الله ورعاكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر